في بادرة ليست الأولى من قبل العتبة العباسية المقدسة لدعم أبناء محافظة النجف الأشرف بعد اجتياح جائحة كورونا العديد من المدن العراقية لا سيما مدينة أمير المؤمنين عليه السلام أوعز المتولي الشرعي للعتبة المطهرة بتوجيه من مكتب المرجعية الدينية العليا بإنشاء معمل لإنتاج غاز الأكسجين لسد النقص الحاصل في مدينة الصدر الطبية بتوجيه مباشر من مكتب سماحة المرجع الديني العلى آية جلة العظمى السيد علي الحسين السستاني داما ظله الوارف تم نصب معمل لتوليد الأكسجين الطبي في مستشفى الصدر وبسعة إنتاجية تقدر بمئة وخمسة متر مكعف في الساعة الواحدة جاء ذلك على لسان وكيل سماحته سماحة السيد أحمد الصافي داما عزه الذي بين أن هذه المبادرة هي واحدة من عشرات المبادرات التي تبناها مكتب سماحته لتوفير هذه المادة الأساسية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا من الله تعالى عليهم بالعافية والشفاء ثلاث مكان من مناشئ عالمية سعة كل واحدة منها خمسة وثلاثون ألف متر مكعف في الساعة الواحدة أشرفت على تنفيذها وتنصيبها الكوادر الهندسية في العتبة المقدسة إذ تعمل كل واحدة منها على تحويل الهواء الطبيعي إلى غاز الأوكسجين الذي يستخدم في إنعاش المرضى والمصابين مما سيعمل على سد حاجة مستشفيات محافظة النجف الأشرف جاءت هذه المبادرة بعد زيارة الدكتور عدنان الكلابي إلى المرجع الديني الأعلى السيد السستاني دام ظله للأطمئنان على صحته تشرفت بالزيارة لبيت المرجع الأعلى والأب الحنون لكل العراقين سماحة آيط الله العظمى السيد علي السستاني دام ظله الوارث وعرض الزيارة كان لأطمئنان عليه ولله الحمد كان بأتم صحته وعافيته وبعد الانتهاء دعا سماحته لكل العراقين والمسلمين ولكل الإنسان بالصحة والعافية وأبعاد شر هذا الوباء للعين كورونا وتطرقت بسماحته وتداولت معه حول أزمة النقص الحال بالتجهيز الأكسجين دماغة كورونا وهو العليم بكل دقائق الأمور لما يجري من الصغيرة وكبيرة بالعراق هو على الفور أو عزة مباشرة العتبة العباسية للتصرف وبأخصى سرعة لإنشاء مأمل الأكسجين السائل بمستشفى أو مدية الصدر الطبية التعليم وفورا أوعد سماحة السيد أحمد الصافي المتولي الشرعي للعتبة العباسية مشكورا للقوادر الهندسية في العتبة بالمباشرة بإنشاء المأمل وبعد التنسيق مع السادة مدير عام صحة النجف دكتور ردوان كندي ومدير عام ومدير مدينة الصدر الطبية الدكتور عبد العالغ الغزالي لإجراء ترتيبات الموضوع نفذ الكوادر وملاكات الهندسية للعتبة العباسية المقدسة معمل أوكسجين بسعة 105 متر مقعب في مستشفى مدينة الصدر التعليمي في محافظة النجف الأشرف المكائن والمعدات المستخدمة في المعمل هي كلها من مناشئة أوروبية رصينة ومعتمدة وبالنسبة لعمل تم البدء بالعمل بالأعمال المدنية والهيكل الحديدي والتقطيع والتغليف إلى تنصيب المكاين وبقية الأعمال تعرف كهرباء المجاري كلها استغرف تقريبا أربعين يوم عمل متواصل ما تتبناه المرجعية الدينية العليا من مشاريع داعمة وساندة لأبناء العراق كافة تجد فيها الملاكات الهندسية للعتبة المقدسة حاضرة وفي جميع المحافظات فضلا عن محافظة النجف الأشرف التي تشيد فيها معمل سيسهم في توفير مادة تعتبر ذات أهمية بالغة لديمومة الحياة ترجمة نانسي قنقر